بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم تعاظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع في طعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم and from his narration on the authority of Ibn Abbas that he said concerning the interpretation of Allah's saying Allah hath heard, Allah hath heard he says, Allah heard before he informed you O Muhammad, the saying of her that disputeth that speaks to and argues with thee Muhammad, concerning her husband and complaineth unto Allah and entreats Allah exalted is he, to explain her matter and Allah heareth your colloquy and Allah hears your conversation and exchange of words Lo Allah is hearer, of your conversation knower, of her matter The story is that Kala bint Talaba Ibn Malik Ibn al-Dakhsham al-Ansariya was married to A.W.S. Ibn al-Summit al-Ansari and the latter, who was touched by the jinn wanted to have sexual intercourse with her while in her period When she refused he became angry and said If you leave the house before I have sexual intercourse with you you are unlawful to me just as my mother is أَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم ترأ إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون such of you as put away your wives by saying they are as their mothers they are not their mothers they are not like their mothers none are their mothers in terms of unmarriage ability except those who gave them birth or those whose milk they drank in their infancy they indeed utter an ill word when they declare their wives unlawful to them like the unlawfulness of their mothers and a lie and lo Allah is forgiving since he did not punish him for declaring unlawful that which Allah made lawful merciful after he has repented and shown remorse 654 اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين 65 لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 66 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 67 يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون 67 استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان 68 ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 69 إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين 70 كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 71 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله 72 ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 72 أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 73 أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 73 ألا إن حزب الله هم المفلحون 74 ألا إن حزب الله هم المفلحون 75 الله أكبر 75 The reference here is to the people of Mecca even those before them were abased just as those who had fought against the prophets before the people of Mecca were chastised and conquered and we have sent down clear tokens we have sent Gabriel with revelations making clear the commands and prohibitions the lawful and unlawful and for disbelievers in the revelations of Allah is a shameful doom through which they will be humiliated. 75 And it is said that a shameful doom means a severe chastisement. 76